في هذا الفيديو سنقوم بتجربة المنتج وأيضا سنرى كيف نقوم بعمل contribute إذن سنحتاج أن نقوم بقراءة هذا الملف الموجود إذن نأتي هنا على get started هناك عدة طرق لعمل اما عن طريق او ال one time password إذن سأستخدم كتاب إذن لدينا onboarding أيضا نحابل أن نتذكر قليلا مثلا الروابط أظن ستساعدنا أن نفهم يعني هون فمثلا لا أدري ما هو space وما هو الweb فعليا ما عندهم documentation واضح لو ندخل هنا على الweb لو نأتي على pages طبعا هذا عبارة عن next.js project إذن هل لدينا هنا onboarding أوكي لدينا هنا onboarding إذن الweb إذن هو متعلق بما نرى حاليا نحن نكتب اسمنا first name last name what's your role then development engineer أوكي إذن سيقوم بإنشاء لنا workspace url لدينا هنا workspace أوكي إذن هذا الproject موجود هنا أو هذه الpackage موجودة هنا إذن هي متعلقة بما نرى في هذا الUI select organization size trust myself right now ونعمل continue invite people skip this step إذن نعمل skip أو بتجاوز أوكي عندهم هنا أيضا هذا onboarding إذن take a product tower هذه أيضا لديه فضول يعني بأي شيء باستخدامي أوكي إذن لدينا issues هذه عبارة عن issues أوكي ما هي cycles move with cycles cycles help you and your team to progress faster similar to the sprints إذن هي عبارة عن sprints يعني فترة زمنية وهذه الفترة إحنا نحتاج نعمل فيها مجموعة من features أو feature واحدة أو مشغلها من task بصفة أهمة وما هي modules إذن modules break your big thing into projects or features to help you organize better ما فهمت كثير يعني فيها but it's okay لدينا نلفيوز create custom filters إذن نلفيوز هي عبارة عن filters create my first project create project إذن سنسميه هنا next tree academy a description لازنا بحاجة إلى ذلك نعمل هنا public private ما أدري شواء الإشياء إذن نعمل create project أوكي لدينا هنا analytics هل لدينا هنا analytics طبعا نرى route أوكي هذه هي صفحة الاناليتيكس إذن كل ما نرى هنا طبعا موجود هنا أو هذا هو project المسؤول عن ذلك إذن موضوع space هذا لا أدري مهما إذن يعني شايفين أنتم كيف إحنا ممكن نفهم الشو اللي قاعد يصير هنا من خلال أننا نتعامل مع الproduct نفسه لو نأتي هنا عن الاشيو لدينا آخر اشيو موجودة وهي contributing guide هنا هذا الشخص طبعا لديه الحق بذلك فلديه بعض المشاكل في أنه يقوم بعمل هذا البروجيكس لوكال عنده ومن بين الأشياء أنه سأل عن what is space repo and what web repo أظن لو فعليا قام فقط بهذا المجهود البسيط يعني قام بالتعامل مع هذه الأداة ومثلا تحليل اللينكس الموجودة هنا كان ممكن يعرف ما هو الويب ما هو دور الويب طبعا أكيد يعني هذا لا يوني عن أنه يتم عمل documentation جيد لكن يمكن أن نتغاضى عن بعض الأشياء إذن لدينا هنا projects هنا issues ندخل هنا على project أوكي نغوم بتجربة كتابة أو issue هنا لو نعمل أوكي إذن هذا شبيه ب notion هنا ممكن نعمل todo list مثلا نعمل planning and research هنا دينا priority إذن نعمل هاي assign لي مثلا آآ label create new label سميها مثلا core هنا أظن الألوان آآ نأدري أوكي نعملها في ونعمل أوكي أوكي يعني جيد يعني حتى الآن نحن نحن نعمل تمام الصيكل هنا ممكن نعمل version one start date و und date أوكي هذه عبارة عن sprint يعني فترة زمنية وهذه فترة نحن نحن نعمل فيها أشياء إذا نحن نحن هنا على repository مرة أخرى إذا نحن هنا على contributing dot md هذا دائما أول شي تحتاج أنك تقوم بقراءته إذن هنا لدينا بلا 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 أوكي thank you thank you هنا كيف نقوم بعمل submit لها issue أوكي لو احتجنا أننا نقوم بفتح issue سنقوم برجوع إليه هنا project setup و architecture هذا مهم إذن هنا لدينا requirement التي يجب أن تكون لدينا طبعا إذن يجب أن يكون لدينا node version 16 فما فوق python لصدار 3.8 فما فوق يجب تكون لدينا قاعدة بيانة postgres version 14 وإذن يكون لدينا redis إذن setup the project project is a monorepo with backend api and front end in a single repo إذن هذا هو الbackend هنا api server وهو معمول بالchango ولدينا front end هذا هو الweb ولا حقا سنرى ما موضوع الspace هذا الموجود هنا إذن the backend is jango project طبعا هنا إذا يخبرنا إذا هناك feature غير موجودة ونريدها طبعا كيف نعرف هل هناك feature غير موجودة أو bug موجودة عندما نتعامل مع product itself كما كنا نعمل قبل قليل هنا guidelines والأشي يعني لذرورية إذن all features or bug fixes must be tested إذن يجب أن نقوم بكتابة tested لهم أو على الأقل نقوم بعمل test لهم بشكل manually لكن نحن سنقوم بكتابة unit tests وإذن هنا يعني يفضل أنه يكون لدينا pre-tier موجود في VS Code حتى يقوم بعمل auto format اعتمادا على rules الخاصة بهم لو نضغط على هذا link أين يأخذنا أوكي هاته هي rule reference أظن أوكي ليست الخاصة بهم لكن by default في الياس link إذن need help questions and suggestions طبعا يمكن انضمام أو طرح ذلك في discord server طبعا أنا قمت بها الانضمام ways to contribute طرق المساهمة إذن يمكن أن أقوم بتجربة plan cloud طبعا هذا هو plan cloud نحن هنا مباشرة نقوم بتجربتي بدون حاجة لتصديبه local طبعا ممكن نعطي feedback لحيقا add new integrations سنعمل على إذاقة features help with open issues طبعا حتى تقوم بمساعدتين بفتح issues أنت محتاج تقوم كما قلنا بالتعامل مع products نفسه share your thoughts and suggestions with us طبعا هاته سأقوم بعمليها خصوصا بما يتعلق بالarchitecture والbest practices والأشياء كما قلنا يعني يجب أن نعمل الأشياء الضرورية والمهمة التي تعزز من فرصنا في الحصول على عرض ربما منه help create tutorials and blog posts نوعا ما نقوم بعمل ذلك وأيضا يمكن أن نقتري عليهم هذا الأمر ممكن أحصل على sponsors لها القناة ولمانا يعني كما تراحظون يعني ممكن نعمل عديد الفرص أو نخلوق عديد الفرص request the feature no I will not request it يعني لن أقوم بطلب feature بل سأقوم ببنائها report back هاته ممكن نعملها يعني إذا ما صغطفتني improve documentation هنا ممكن نستخدم طبعا shot GPT إذا لا توقف عند هذا الحد نمكن الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته